على الحكم ماليش أنا هفتح معك موضوع عوسع شوية كنت راجل رجلك في الملعب قريب يعني في بعض الحكام ممكن يحسبها اللحظة يقول لك أنا بحكم مطش كبير و أنا فرصة بالنسبة لي أنا حكم مطش كبير زي ده أهلي برامدز أهلي زمالك زمالك برامدز دي مطشات كبيرة أكيد يعني فيقول لك أنا لو ديت طرد وحصل علي هجوم أو انتقاد أو بيانات أو خلافه يقول لك لا لا بلاشت خلي الحكم ده الحكم ده بيعمل مشاكل أو الحكم ده الفرق بتزعل منه فيقول لك لا أنا أطلع المباردات سالم غني لبر الأمان لبر الأمان أول ما تدخل حسابات يجي الخطأ الحكم في الملعب أول ما تفكر مجرد تفكر أنا في الآخر في الفرق في الملعب أنا حكم كرد فعل يعني أول فعل يحصل من اللعب أنا مش معلش مش يعني اللعب لازم أحسبه على فعله أول ما تخش حسابات مع الحكم تخطأ تحسب لها يعني تحسب القصة دي لو عملتها يحصل وإنت أقول لي أنه هو أسهب في رفع الكروت الصفرية نعم نصبع الكروت النهاردة إنذارات الكارت الأحمر ده لو كانت تاخد كان موفر لي على الأقل اللي بقول لك بيجي لك في الأول المتش أو في وقت من الأوقات بيجي لك حكم بيجي لك هدية في المباراة لو خدتها أو استغلتها لما نتكلم عن الحكم في المحاضرة لو جي لك لقطة في أول المتش فديه بالنسبة لك الهداية الهداية دي لما بتاخدها بتوفر كتير أول في المتش بتنجحك بتوصلك للنجاح بنسبة 70% لنجاح في المورا فديه لما بتجي لك وتستغل لها صح الكارت الأحمر هتوفر من سبع إنذارات اللي خدتهم في المتش ممكن 3 أو 4 طيب أنا برضو هفضل ماشي معك سنة سنة أنا بتعمل أنا دلوقتي حكم تمام؟ ما أنا بصراحة ما بحسش بالحماية يعني مثلا لو ده حكم في الدولة الإنجليزية هيدي الطرد مش هيفكر 3 ثواني ليه؟ ربطة وفي الاتحاد وفي علام وفي ناس كلها هفستاندو تقولوا أنت عملت الصح لكن الحكم هنا بيحس إنه محمي ظهره محمي يعني هاخد الكرار ومغمض وما ألاقش من اللي يحصل بعد كده بصراحة يعني إحنا برضو عندنا العزر أنه هلتمس العزر الحكم يعني برضو أنا بكلمك من تالأمان أنه هلتمس العزر الحكمنا في الأجواء اللي ممكن بتحصل والسوشيال ميديا والهجوم من يمين وهجوم شمال إنه يطلع في الأداة الآخر الحكم مش مؤثر بقراراته على النريج المباراة ده نجاح للحكم مش هتكلامك على دور إنجليزي أو دور إيطاليا لأن دور إنجليز دور إطار بالمنظر لا تطلب المنظر ده مش هيفكر الحكم لو في الديئة الأولى هي بكرة أحمر فمش هيفكر فيها كتير يعني فنقول لحضرك برضو نعزل حكمنا من الوضع اللي إحنا فيه والضغط اللي إحنا فيه من نسبة الهجوم والبيانات والقصة اللي تحصل فبرضو فيه حسابات بتدخل جزء بس في الآخر أتمنى دايما الحسابات تبقى بره بره التحكيم وفي الآخر نوصل للتحكيم العادل اللي تشوفوا حسابه ده مهم